حنصلت ديرة الضوء على المرأة المسلمة التي استطاعت أن تقف من وراء الرجل وأي رجل عندما ننظر إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وهي من وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي على أعتابها متاعبه كان يستشعر أنها أم وأخت وصديقة وحبيبة كانت كل شيء وإلى جانب ذلك وقفت من ورائه تؤيده بمالها بحسبها بأهلها وأيضا بحكمتها والأهم من ذلك الثقة التي أولته إياها عندما قالت أبشر يا محمد واسبت والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولن يخزيك الله أبدا وفضلت بقى تعدد صفاته الجميلة هي دي المرأة هنتكلم عن المرأة اللي هي نصف المجتمع وأيضا منجبة النصف الأول يعني هي مش عايزة أقول الكل في الكل ما هي أمك ما هي أختك ما هي مراتك ما هي حبيبتك بنتك إذن لما نتكلم عنها هنروح كده نرجع لأصل طب بيقولنا إن الجنين أول ما يبدأ في بطن أمه بيتكون كهيئة أنسة ثم يستمر أو لعوامل أخرى يتحول لذكر سبحان الله ترجمة نانسي قنقر